ايجا نحكي لكم احكاية مش نحكي لكم اليوم قصة عن فاتن حمامة تتخيل انه فاتن حمامة عميل سري للمخابرات زي عم تكون صحيحة القصة ما نتصوروش على كل عام 65 1965 تعرضت الحملة ممنهجة جدا وقتها من الصحف والمجلات واتهموها بالهروب بعد من كشفت حقيقتها ولكن تتخيلوا انه صحيحة القصة على خطر فما قصة اخرى تقول بحسب كتاب تجمع فيها مذاكراتها والكل وانه هي هربت هربت بسبب مخاوف الاتهاد من قبل السلطات في مصر بعد ما رفضت هي كسيدة الشيشة وانه تتعامل مع المخابرات اشرف غريب جمع مذكرات فاتن حمامة في كتاب كتبه اسمه سيدة الشيشة انحكت فاتن حمامة مذكرات وذكريات يقول وانه هي غادرت وسط توقعات من جماهيرها بانه هي عادي مش تزور زوجها عمر الشريف ولكن بعدها تبين وانه عرض عليها ضابط المخابرات وقتها العمل مع الجهاز وترك لها بعض الكتب عن الجسوسية بعد ان حدثها كثيرا عن امن البلاد والتضحيات انتو ما برأيكم تتخيلوا انه القصة الاولى صحيحة وقال للثانية صحيحة على كل الله واعلم هل فاتن حمامة هي عميل سري ام فقط صحاف